في مؤشرات الوضع الوبائي في الأردن اليوم سجل ارتفاع في عدد الوفيات وتراجع كبير في عدد الإصابات بسبب تراجع عدد الفحوصات المخبرية كما سجل انخفاض في نسبة الفحوصات الإيجابية مقارنة بيوم أمس وفي التفاصيل أظهر الإيجاز اليومي لوزارة الصحة أن الأردن سجل اليوم 28 وفا و7064 إصابة بفيروس كورونا في مختلف محافظات المملكة ومع إجراء نحو 38 ألف فحص مخبري بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية نحو 18.5% مقارنة مع 21.17% يوم أمس عدد الحالة المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات يبلغ حاليا 1.105 حالات فيما وصل المجموع التراكمي للحالة النشطة إلى نحو 179 ألف حالة وفي إحصائيات برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى نحو 4.918.000 شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح نحو 4.658.000 شخص مقابل نحو 4.332.000 شخص تلقوا الجرعة الثانية خلال الأسبوع الأخير تذبذبت مؤشرات المنحنة الوبائي في الأردن مع اتجاهها نحو الانخفاض في الأيام الأخيرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اكثر من مليوني طالب وطالبة يلتحقون وجهيا يوم غدا بمدارسهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وزارة التربية والتعليم أعلنت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية واستقبال جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء الأمور وجددت التأكيد على استئناف التعليم الوجاهي في المدارس والحفاظ في الوقت نفسه على صحة الطلبة والهيئات التدرسية إلى ذلك طالبت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس بإلغاء نظام التناوب المعمول به في 1200 مدرسة خلال الفصل الثاني مشيرة إلى أثاره السلبية على العملية التعليمية وانطظامها هطلت الثلوج في عدد من المناطق الجنوبية للمملكة اليوم كما تشكلت السيول بفعل الأمطار الغزيرة في محافظة العقبة الأجهزة المختصة تعاملت مع تراكمات خفيفة للثلوج على الطريق الملوكي في البترة وفي منطقة الهيش بالشوبك وقد رفعت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ من الخفيفة إلى المتوسطة في بلديات جنوب المملكة بسبب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي قررت محكمة بداية جزاء عمان الغرفة الخاصة بقضايا المطبوعات والنشر عدم مسؤولية الإعلامي محمد الخالد من التهم المتعلقة بنقد وزير الصحة الأسبق سعد جابر وفي تفاصيل القرار قررت محكمة بداية جزاء عمان الغرفة الخاصة بقضايا المطبوعات والنشر عدم مسؤولية الإعلامي محمد الخالد مقدم برنامج نب البلد على قناة رؤية الفضائية وشركة وطن البث ملكة قناة رؤية الفضائية عن ارتكاب عدد من الجرائم التي تتعلق بقضايا مطبوعات ونشر في عمل خيري يستهدف الفئات الأكثر عوزا أقيم يوم طبي مجاني في الحي الشرقي بمادبة الذي يعد أحد جيوب الفقر في المملكة جرى ذلك من خلال صندوق الزكاة بالتعاون مع مدرية تربية وأوقاف مدبة وبدعم من مستشفى المقاصد الخيرية وإلى جانب الخدمات الطبية المجانية يقدم صندوق الزكاة عددا من المساعدات النقدية لأهالي المنطقة هذه الأيام الطبية عادة نحن نقوم فيها بالمجان بالكامل يعني المريض لا يدفع ولا شيء وإحنا معنا أدويتنا ومستلزماتنا الطبية بالكامل وإن شاء الله نتمنى السلام إلى الجميع كل مريض يثبت أنه فقير بمقدار فقره نقوم بمساعدته من هذا الصندوق والحمد لله الآن الخيرية تعم المملكة ونحن نتجول في جميع محافظات المملكة والحمد لله رب العالمين مستشفى المقاصد نأمن الله أن يكون له فروع في جمال المملكة وسطها وجنوبها يقوم صندوق الزكاة بتوزيع 400 كابون مساعدة بقيمة 50 دينار لكل كابون لأسرة في الحي الشرقي وأيضا 50 طالب و50 يتيم كل واحد منهم يتقاضى 100 دينار إن شاء الله في مادبة في الحي الشرقي سوف يتم إن شاء الله توزيعهم خلال هاي الأيام في بلدة حبكة بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد يشكو المواطنون من خطر ما يصفونه بالخندق مع توقف العمل في جدار استناديا في الموقع التفاصيل في هذا التقرير العمل في هذا الجدار الاستنادي متوقف منذ أشهر والموقع الذي تحول إلى خندق وفق وصف الأهالي أصبح يشكل خطرا حقيقيا يهدد سلامة المقيمين في هذه المنطقة من بلدة حبكة في لواء المزار الشمالي لهم أكثر من شهرين وما كفين الشغل بالجدار وأطفال بلعبوا وعندك الجدار شايف قمقوا قديش يعني أي تحدى بقع لازم يصبح عنده إصابات بليغة من الموقع هذا يجوا اشتغلوا بالجدار الاستنادي وتركوا مهرف للأطفال بقعوا فيه للسيارات سيارتين إذا اجن ما بقدروا يمرقوا وتركوا على ما هو عليه لأكثر من شهرين ثلاثين نفس الإشي السقوط في هذا المنحدر خطر يهدد الأطفال والعابيرين على أقدامهم أو بمركباتهم على السواء وهو ما وقع فعلا لأحد أبناء المنطقة صار ما يحاسبه هيكي كتر لبت عليه السيارة من هون ونزلت عليه تحت لبت عليه في الود وهي أخري تصلي 12 سنة وانا عاجز ومقعد من مورا الجدارة تبعيتهم البلدية بدورها أكدت أن الظروف الجوية وشروط السلامة العامة المطلوبة من المقاول سببان أدياء إلى تأخر العمل في الجدار الاستنادي متعهدة بسرعة العمل على تنفيذه وفق الشروط المطلوبة سبب تغيير الظروف الجوية الموجودة الآن وبعض الملاحظات التي وردت على المقاول والتأخر كان من قبل الجانب السلام التي هي الهندسة والوزارة فيها بعض الملاحظات ونحن نتقيد بالقانون والنظام حتى نأهل الشارع ونأهل الجدار ونساعد المواطنة على الحركة بطريقة سلسة ومرنة الجدار الاستنادي في منطقة حبكة جزء من مشروع بلدية المزار الجديدة في مناطق مختلفة تابعة لها بقيمة وصلت إلى 220 ألف دينار والمأمول أن يتم إنجاز المشروع قبل تسبب هذا المنحدر الخطير بحوادث أخرى للمواطنين أكثر من خمسة عوام ومثلث عبين في محافظة عجلون يشهد تجمعات للمياه تؤدي إلى إغلاقه وتسبب إرباكا للسير إضافة إلى الأضرار التي تلحق بمركبات المواطنين مدرية الأشغال طرحت عطاء لإنشاء عبارة لاستيعاب مياه الأمطار بحسب ما أكدته المهندسة نادر الإقضاء مدير المشروع ومديرة المشروع يوم أمس مضيفة أن العطاء جاء لتعزيز محطة ضخ مياه الأمطار في منطقة مثلث عبين لحل هذه المشكلة التي تؤرق المواطنين وسالكي الطريق طبعا الكل بعرف هذا مشروع تعزيز محطة ضخ مياه الأمطار مثلث عبين عبلين هذا عطاء تم طرحوا في وزارة الأشغال العام والإسكان لحل المشكلة التي تؤرق سكان هذه المنطقة تحديدا وسكان محافظة عجلون ككل الحمد لله إحنا يعني شغالين بالمشروع حاليا نشتغل ببند مهم رئيسي يسمى خط قب قب أحد البنود الرئيسية والمؤرقة في المنطقة العمل هذا اليوم يوم جمعة مثل ما أنت شايف بس الحمد لله الجو مناسب فشغالين واخترنا إحنا والمقاول في تعاون بيننا وعمل على مدار الساعة بحيث يتم العمل والانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن حالة من الغضب وعدم الرضا أبداها مواطنون بسبب تأخر صيانة شارع مدخل لواء بني كنانا في محافظة إربد المواطنون قالوا إن أعمال صيانة للشارع بدأت مطلع الشهر الماضي وأدى هطول الأمطار إلى توقف العمل وظهور حفر كبيرة جعلت المرور من المنطقة مهمة صعبة للسائقين فضلا عن الغبار والأتربة المتطيرة مدرية الأشغال في إربد تؤكد من جهتها أن المقاولة سيستأنف الأعمال خلال فترة قصيرة مبارح برقعوا بالشارع ببس كورس برمل فترة قدت بشكل فائض أكثر من قبل يعني هم ما صلحوا خربوا وبالنسبة لليوم يعني شمس كثير المفروض يعني عملوها اليوم بخصوص الشارع بحب أحكي أنه الشارع أثر بشكل كبير على المحلات وعلى كثير أشياء أول نقطة الشارع هو شارع رئيسي مهم جدا بالنسبة للواء بني كنانا دوائر الحكومية جميحة موجودة في الشارع مدخل بني كنانا وعطاء حلناه بعشرين وحدة وعشرين وبعد جهزية الإجراءات الإحالة تقام المقاولة المباشرة بالتنفيذ باشرنا ببداية شهر واحد عشرين واثنين وعشرين حالة تم العطاية تضمن أعمال القشط وأعمال خلطة أسفلتية بطول كيلو نظرا الظروف الجوية اللي صارت من نهاية واحد وبداية اثنين توقف المقاولة على العمل حاليا رح يبارشر ان شاء الله غدا بباشر ولمدة ثلاث أيام بكون أو يومين الأغلب بكون انتهى العمل بالمشروع الكثير من المطالب الخدمية ينتظر أبناء معانا تحقيقها من المجالس البلدية واللمركزية المقبلة يتصدرها الحد من أزمة البطالة بين الشباب كما في مختلف محافظات المملكة تتصدر البطالة بين الشباب الهموم المعيشية لأهالي محافظة معان الذين يتطلعون مع قرب الانتخابات البلدية واللمركزية إلى تحرك فاعل في هذا المجال إلى جانب المطالب الخدمية العامة الخدمات الآن المطلوبة التي يركز عليها كافة المواطنين وفي الدرجة الأولى موضوع البطالة للمساعدة في تقليل العبئ والظروف الاقتصادية الصعبة على هذه الفئة من شبابنا مطلوب منهم بداية تنفيذ مشاريع بتخسر بني تحتيه كمان أيضا العمل على جلب الاستثمار للمدينة والاهتمام في موضوع فئة الشباب العاطلين على العمل فئة الشباب الرياضيين اللي بطمحوا يكون عندهم مشاريع خلال السنوات السابقة تم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في معان في قطاعات المياه والزراعة والصحة والبنية التحتية إلا أن المطالب ما زالت ملحة في عدد كبير من القطاعات بلغ حجم المشاريع التي تم إنجازها من قبل مجلس محافظة معان لقصبة معان خلال الأعوام الأربعة السابقة ما يقارب الـ 22 مليون دينار على مستوى قصبة معان أبناء معان ما زالوا يأملون بإنجاز الوعود المتكررة بإحداث نقلة نوعية في العمل الإنتاجي مشددين على ضرورة اهتمام المجالس البلدية واللامركزية المقبلة في تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض تحقق التنمية المستدامة الخبز والإحوارن من أهم النباتات التي تتميز بها مناطق الأغوار والتي يبدأ موسمها منتصف كانون الثاني ويستمر حتى نهاية شهر أذار أحلام عفاني تأخذنا معها في جولة على أهم الأطباق التي تعد من هذه النباتات الغنية بالكثير من الفوائد الغذائية والصحية إلى جانب مذاقها اللذيذة موسم الخبازة هي من أهم النباتات البرية التي تطلع بهذا الموسم هي والإحوارة مبدئياً الخبازة هي أكلة إحنا أهل الغور منحبها وغنية بالبيتامينات والحديد وهي أكلة تعتبر أكلة الفقير والغني وبنفس الوقت يعني إحنا أهل الشونا منحبه هذا الموسم لجودة الأرض في إنبات هذه النباتة الغنية بالبيتامينات والحديد من خلال سيدات معانا بالجمعية يعني بيطلعوا بينتقوا أفضل أوراق للطهي الخبازة بيعتنوا بغسيلها من خلال التقطيع بشكل ناعم وبيحمسوها مع بصل وزيت زيتون مثل ما شفنا مع سيدة أم عبدالله بيقدموها بطريقة كتير زاكية وكتير يعني مفيدة لجسم الإنسان الحويرة هي لا تقل عنها كقيمة غذائية بس تختلف بالطعم وطريقة التحضير الحويرة زي ما شفنا برضو مع أم عبدالله بتنغسال وبتنفرك مع ملح يضاف إلها اللبن وتقدم برضو يعني كوجبة إفطار أو مقبلات مع الأكل هي كتير غنية ومفيدة للجسم موسم الخبازة القليل اللي بيعرفوا عنه لكن هو موسم جداً رائع وجداً مفيد للمجتمع بيطلع تقريباً من 15 واحد ببلش موسم الخبازة لحد تقريباً لحد نهاية شهر ثلاث من خلال هذه الفترة إحنا كأهالي الشؤون الجنوبية يعتبر هذا الموسم عندنا موسم جيد ومميز لوفرة هذه النبتة بيحبوا الأهالي أنه خلال هذا الوقت يستغلوا وفرة الخبازة منها للتوفير وجبات الغذاء للأهال في البيت ومنها للاستثمار في بعض الأحيان أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن على القوى الغربية تخلية عن سياسة مهادنة روسيا مطالباً بإطار زمني واضح لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي زيلنسكي اقترح خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتن يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف إلى التحالف العسكري الغربي وسط دعوات أو دعوات دول غربية لرعاياها بمغادرة أوكرانيا في ظل الإصرار الأمريكي على أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال الأيام المقبلة والنفي الروسي المتكرر لذلك يتصاعد التوتر في أوروبا ويهيمن هذا الملف على طاولة المباحثات في كل لقاء حرك سياسي وديبلوماسي ومحاولات لنزعفة للتصعيد يطفو على سطحه تبادل الاتهامات والتصريحات على ألسنة القادة منها ما لم يخلو من التهديد والوعيد أو حتى السخرية بدءا من تساؤلات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حول موعد الحرب المفترضة إلى أجواء الحرب الباردة والتحشيد العسكري واستعراض القوى المرافق لها تأكيدات أمريكية متواصلة حول عزم روسيا غزو أوكرانيا منها ما قاله وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارة للتوانيا حول بدء انتشار القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا واستعدادها للهجوم إضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكثر من مناسبة بأن موسكو اتخذت قرارا بذلك يقابلها تحشيد كبير للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية وإجراء عدة مناورات عسكرية تضمن آخرها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز أجريت تحت إشراف الرئيس الروسي وتابعها معه نظيره البيلاروسي وحليفه أليكساندر لوكاشينكو في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن المنعقد في ألمانيا بدت أجواء الحرب الباردة جلية في تصريحات المشاركين كتهديد نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس بتغزيز قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وفرض عقوبات اقتصادية قاسية وفورية على موسكو في حال قيامها بغزو أوكرانيا ومعتبرته رئيسة المفوضية الأوروبية محاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي منددة بتحالف روسي صيني يسعى لفرض قانون الأقوى وفي غياب مشاركة روسية في مؤتمر ميونيخ دعا وزير الخارجية الصيني الغربيين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقا سيضمن السلام وضيفا أن جميع الأطراف تملك الحق في إبداء مخاوفها هذه المخاوف والتطورات إضافة إلى تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية شرق أوكرانيا تأتي في ظل ترقب العالم للأيام المقبلة التي قد تحمل حربا بحسب تأكيدات الأمريكيين وسط مناورات عسكرية وتحشيد روسي يزيد الغربة والتوران فيما تؤكد أوكرانيا أنها مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن قال المستشار الألماني أولاف شوليتس إن فرص أحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل وأن لحظة الحقيقة قد حانت بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين شوليتس أوضح بأن الفرصة سانحة الآن للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات لافتا إلى أنه إن لم يتحقق ذلك بسرعة كبيرة فإن المفاوضات قد تفشل وكانت الخارجية الأمريكية قد صرحت في وقت سابق بأنه تم تحقيق تقدم ملحوظ الأسبوع الماضي وبأنه إن أبدت إيران جدية في هذا الشأن فيمكن توصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ التام للاتفاق النووي في غضون أيام في لبنان تنشغل الأوساط السياسية بالتحليلات حول الانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها في شهر أيار ويختلف المراقبون بين من يعتبر أن هذا الاستحقاق الدستوري شكل الفرصة الوحيدة لتغيير الطبقة السياسية وبين من يؤكد أنه لن يسجل خرقا أو تبدلا في الوضع السياسي قائم خصوصا وأن قوى الثورة لم تتمكن حتى الآن من توحيد صفوفها ولوائحها فكيف ستخوض قوى المعارضة هذه الانتخابات؟ المجتمع المدني فيه 17 هيئة لو قدروا عملوا هيئة وحدة كنت بقل لك إيه بس 17 هيئة يعني تمام غير صالحين للتغيير يسود اعتقاد لدى شريحة من اللبنانيين أن الإرباك الانتخابي الذي يدور في أروقة أحزاب السلطة يسر كذلك داخل المجتمع المدني أو قوى التغيير والثورة رغم الرهانات على هذه القوى خصوصا بعد انتفاضة تشرين 2019 حتى أن هناك من يجزم سلفا أن سيناريو انتخابات العام 2018 سيعيد نفسه خصوصا وأن قوى الثورة لم تصل إلى نقطة التقاء على برنامج موحد وبالتالي التحالف بلوائح موحدة فهل تخوض الانتخابات متخاصمة مشتتة أم تقفز فوق انقساماتها وتحقق انقلابا سلميا في صناديق الاقتراع؟ بدي أقلك أنه في خطاب تيقيسي مقصود من كل أحزاب السلطة تالناس تقعد بالبيت أو ما يكون عندها إلا هم تنبش على لقمة العيش أو تكون تترجع للنغمة القديمة صوتي ما بيأثير نحن كتير أساسي عندنا أنه الحملة اللي بدنا نعمله تركز على الأصوات اللي بتقعد ببيتها على الناس اللي بيقولوا صوتي ما بيأثير رغم كل الصعوبات اللي واجهتنا بال2018 قدرنا نكون 66 مرشح ضمن تحالف وطني مشروع واحد لكل اللبنانيين للأسف وقتها الناس ما كتير شفتنا هالمرة بعتقد الناس أوعب كتير وصار واضح لللبنانيين أنه هيدا السلطة ما حتى تعمل شيء للناس الانقسام داخل المجتمع المدني ينعكسه أيضا في مقاربة الاستحقاق الانتخابي بين مصر على تطبيق مقولة كل يعني كل وبين فريق يدعو إلى مقاربة أكثر واقعية بالتنسيق بالحد الأدنى أو التحالف مع بعض القوى السياسية من أدوات السلطة اللي معاولي عليها هي تفككنا وهي أنها تتحاول عبر الأجهزة وعبر الأحزاب وأحزاب التركيبة شوفوا كيف بدهم أكتر وأكتر يضربوا الحالة الاعتراضية بالبلد بس ما عم تصبط معهم الناس فيها تميز كتير منيح ما بين لويح ملغومة متفوشة من الأجهزة وبين لويح المعارضة الحقيقية اجتماعاتنا مفتوحة ومكسفة لويحنا رح تطلع مأخرة لأنه أصلاً نحنا ما بدنا نعطيهم مجالة وليعملوا الحملات المغردة طبعاً على كل الوجوه اللي حتكون معنا وفي واحدة كتير كبيرة بين مشموعات المعارضة أكتر ما حدا بتخيل للأسف جوانا أنه نحنا متكلين على الخارج وعلى ضغط الخارج لتقوم سلطتنا اللبنانية بإجراء الانتخابات يبقى السؤال هل سيتمكن المجتمع المدني من فرض نفسه كبدير للسلطة السياسية الحاكمة ويعطي اللبنانيين التغيير الذي يتقون إليه في هذه الساحة اجتمع اللبنانيون من كل الأطياف تحت مطلب إسقاط النظام بكل ما فيه وكل من فيه لكن الشارع أتعبته الأزمات وأرهقته الانقسامات وكثر من مجموعات الثورة يقولون علينا الخروج من نوستالجيا الساحات والعمل على تغيير حقيقي في صناديق الاقتراع التي ستكون فرصة لن تتكرر في المستقبل القريب من بيروت جوانا نصر الدين رؤية بحيرة تكونت بفعل الأمطار في سهل دير بلوت الزراعي أصبحت مقصدا لكثير من الفلسطينيين الذين حرمهم لاحتلال من رؤية بحر فلسطين في الداخل المحتل عام 1948 اليوم صار للفلسطينيين المحرومين من زيارة بحرهم في الداخل المحتل بسبب الاحتلال صارت لهم فرصة لزيارة البحر من خلال هذه البحيرة الصغيرة هنا في قرية دير بلوت كما أنه بإمكانهم ممارسة بعض الرياضات المائية بحيرة مؤقتة تكونت في هذا السهل الزراعي على مدخل دير بلوت الواقع للغرب من مدينة سلفيت فأضافت رونقا خاصا للقرية التي تعاني جراء المستوطنات المحيطة بها لكنها تمتاز بطبيعة ريفية قل نظيرها تحولت القرية بفعل بحيرتها المؤقتة إلى مزار يأتيه المتنزهون والحالمون بالبحر من كل الأنحاء حتى أولئك الساكنين قرب بحر فلسطين الحقيقي في الداخل المحتل يصلون إلى هنا أيضا خلال الإجازات الأسبوعية باسم هو واحد من أبرز المروجين للمكان يحترف تصوير الطبيعة وينشر عبر منبره على مواقع التواصل صورا للبلدة يرصد باسم الطيور التي تزور البحيرة من كل البلاد كما أنه يرصد جمال المنظر مع كل شروق وعند كل مغيب بلشت أصور في البلوع وأنشر الصور على المواقع وأنكل البلوع مع دير بلوت كيف راح تكون الصور البط اللي موجود، النوعيات الطيور المختلفة اللي موجودة حوالي تقريبا كل سنة بزورها 48 طير ما بين مهاجر ومقيم كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية لم تسنح لهم الفرصة لرؤية البحر رغم أنه يبتعد عنهم مسافة قصيرة لكنها طويلة وصعبة المنال بفعل الاحتلال هؤلاء الذين منعهم الاحتلال بحرهم فجاءتهم الأمطار بالبديل لتؤكد بأنه من حقهم وهم أبناء البحر الشعور بدواره ولو بشكل موسمي من بلدة ديربالوت غرب سلفيتا المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا